موسيقى وعلى هالي بقى انا موريش حاجة غير اللي انت تفهم ايه السايكومتري فهمت السايكومتري اللي بقى مش هتبقى فيه بصماجي انا مش عايزك يا باشا بتبصم يعني ايه بتبصم حمل المكان كام اقسم المساحة على كذا ايه دخل على الهاب شوية معطياء خرج من الهاب شوية خش يعمل سيليكشن باشا احنا كده بنبصم احنا كده مش فهمين حاجة طيب جميل عندك النقطة اولانية نحاول نلونهم انا اعتبر ان دي نقطة وده نقطة الخط الواصل ما بينهم هنحط هنا نقطة الام قلنا اللي احنا بيبقى عندنا فيه خط اسمه بيبقى فيه عندنا هنا منقلة بناخد موازي ننقل الخط الموازي وليكن 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 كده يا ولا افرق بل عبت سمع الحركة اهو ده اسمه الروم سينسا والهيد فكتور قالك عندنا حاجة اسمها تانية اسمها الجراند اللي هو بيكون خط واصل ما بين الام والاباريتوس بتجيب النسبة الماوية بتاعته طلع لك كده ده الجراند سينسا والهيد فكتور وده الروم سينسا والهيد فكتور وتيجي من هنا تعمل كده هو يعني هي مش مظبوطة قاود بس ماشي اهو ده الاباريتوس لغاية وقتنا الحالي حصل تقاطع هنا هو هنا حصل تقاطع طالما حصل تقاطع ده 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 بالحب انا رسمتها هنا بالحب طالما حصل هنا تقاطع ما احنا قلنا ان نقطة درجة حرارة هوا الارسال لازم تقاطع على خط الروم سينسا والهيد فكتور ولازم تتقاطع مع خط الجراند مش لازم التقاطع يبقى بالمنصر ده احنا ممكن نعمل اجراء يوصلنا للتقاطع ولكن هنا حصل تقاطع يبقى نقطة الاس هتبقى فين هنا واش خصت ما هي نقطة الاس تقاطع الخطين مع بعض خصت دي سهل بس مش في الحقيقة بيتم كده ما اللي بيتم بقى في الحقيقة اللي بيتم في الحقيقة اللي انت بتلاقي نقطة الروم كده جميل كده ده خط الروم بناء على احمال المكان وروم سينسا والهيد فكتور تدعلك ان ده الموازي والخط التاني كده هنا الاباريتس الاباريتس اه انا عايز اجيب نقطة الاس نقطة الاس لازم تقع هنا لازم تقع على خط ولازم علشان اوصل لنقطة الاس لازم ابدأ من خط الجراند ليه لازم ابدأ من خط خط الجراند اهو ده اللي داخل نقطة ميكسنج ده كويل وده النقطة اللي بعد الكويل والمفروض الطبيعي ببقى فينا مروحة وبعد كده بطلع هنا بنقطة ايه الاس ده طبيعي بص كده بقى معاي نقطة البي نقطة البي المفروض تكون نفسها نقطة السي ولكن للأسف الشديد في عندنا ما يسمى بحاجة اسمها البيباس فاكتور اللي هي نسبة عدم الامراء فامره اقال لك ان نقطة البي دي هتقع هنا طب انا اجيبها ازاي اعرف من ان اللي هنا نقطة البي تعالي دهو اسمه البيباس فاكتور طيب برضو اعيز احسب نقطة البي البيباس بيساوي الزغير على الكبير يعني ايه الزغير على الكبير يعني نكتوبها هنا البيباس بيساوي الزغير ناقص على ناقص دي عندك دي عندك دي عندك يبقى ناقصك التي بي والتي بي وقع على خط فاذا انت عارف النقطة دي مكانها فيه طب جميل المفروض ان النقطة بي هتعدي على مروحة عشان تدي من نقطة اس المروحة هي بتدي حرارة للهوا ونتيجة اعطاها حرارة فاحنا هنتحرك من نقطة بي بس بس نزبط الدنيا هنا شوية دي الابارتة سهلا هنا نقطة بي هنتحرك من نقطة بي بشكل افقي بشكل افقي المروحة الواحدها هتزود درجة او درجة ونص ولكن للأسف انا مش محتاج بس درجة او درجة ونص دي انا محتاج ازيد من كده محتاج تضيفي بقى هنضيفي ان هو سخان السخان ده بقى هيعمل ايه هنسخن الهوا بهدف اللي هو يتحرك لغاية اما يوصل لهنا اش معنى يوصل لهنا علشان تكون درجة حرية هوا الارسال واقع على خط الروم فتقدر اللي هي تشيل احمال السنسابولولات انت بتاعت الاوضة طب حضرتك لو انت رميت هوا على الاوضة من هنا رميته كده ايه اللي هيجرى خط الروم اهو وانت رميت كده ايه الفرق ما بينهم ده ليميول مختلف عن ده فاذا الخط ده هيشيل حرارة ولكن مش هيشيلها السنسابولولات زي ما انت عاوز هيشيل الاجمالي بس